بدايتها الرسمة بفيديو سابع ارجع شوي الوراء مشان تبدو معنا بالرسمة الرسمة بألوان الاكرليك فعليا بلونين الابدد والاسود طلعنا ثلاث درجات رمادية درجة فاتح وغمئ واغمئ تقريبا لحتى نعمل درجة رمادي فاتح منحط نقطتين ابيض نقطة اسود كتير صغيرة بدنا نغمئ اكتر منضيف اسود اكتر كل ما بدنا نغمئ درجة لرمادي غمئ منضيف نقطة اسود اكتر منحط الاسود بحزر ادماء فينا طيب نحن موصلين هون لتكميرة البشرة الانف والبشرة كاملة بدينا بين الدرجات الفاتحة بقى ماكن البروز بالانف والباقي من الجوانب بقى مراحلة الجهة اليسار بدي تغمئ بشكل تدريجي حددت بدرجة درجة الوسط او درجة الرمادي الوسط دائر مدورة الوردة حابين ننضيف وردة على الوجه لنعمل متل تأثير حلو وبعدين نحايد طبقة بدرجة الرمادي الفاتح فوق الطبقة اللي ضفتك اللي اياتي لانو نحن عم نرسم بالوان الاكرليك فنحن مضطرين انو نعمل طبقات كتير لحتى نوصل للدرجة اللي بدنا اياها او للمرحلة اللي نحن بدنا اياها انو الاكرليك بينشاف كتير بسرعة هلا البورتري بيضل بيضل بدنا ننتبه على فكرة اماكن الظل اماكن الانارة البشرة ماكلة لون واحد بتاخد اكتر من درجة حسب الاضاءة وحسب ميلان الوجه حسب شو في قدام البشرة عامت له هون في وردة فلازم نضيف ظل حول الوردة ضفتنا اسود مع نقطتين ماي وحاولنا ندمجون ببريشة هون بديت بالدان بديت من منتصف الدان بدرجة فاتحة وانو راحل جهة اليسار بديت غمق بشكل تدريجي برجع بعيد بطبقة درجة فاتحة فوقهم بحيث انو يندمجوا مع بعض لانو الالوان الاكرليك مانا مركزة فهي لما منضيف الفاتح فوق الغامق تعطينا طبقة صح بس ما بتخبيه اللي تحت هون رحلوين الشعر طبعا لسه في تكميلة للبورتري انتظرونا رح ننزلوا ان شاء الله قريبا لونت الوردة بالابيض وبعدين حددت بتلات الوردة او اوراء الوردة بالدرجة الرمادي وبأسفل كل بتلة اعطيت درجة خفيفة باقي الفم والشعر ان شاء الله للفيديو الجاي ان شاء الله تكونوا استفدتوا اذا رسمتو شيء هر رسمي ورزوني احاو باي اشتركوا في القناة